من أخبار تمرينة النهاردة أنه السلية والشحات ما شاركوش في التمرينة لكن عملوا بعض التدريبات التأهلية وزي ما ظهروا يمكن من شوية على الشاشة أثناء تمرينة الفريق النهاردة كهرباء دخل في التمرينة الأساسية شارك في التدريبات الجماعية للفريق شريف بإذن الله صبته مش هتمنعه بأنه هو يكون جاهز للعودة مرة تانية للتدريبات الجماعية وأعتقد أنه ممكن يبقى جاهز لمطش المقاولين لكن هي قصة المقاولين مش فكرة الجاهزية يعني أنا لو صاحب قرار أفضل جدا جدا أن أنا أدي المطش ده وأقول للجمهور من دلوقتي مش برا الحسابات يعني إحنا رحين نخسر لكن أنا أفضل بالنسبة لي كتير جدا أن أنا رايح العناصر الأساسية وما جذفش بخسارة لعيب مهم قبل ما نروح لجنوب أفريقي ما عنديش أي مانع أدي المطش ده لكل العناصر اللي أنا ممكن أكون عايز أجهزها أو اللي ممكنش بتشارك الفترة الأخيرة يعني إيه المنع أن أنا مثلاً مثلاً أبدأ بعلي لطفي وربيعة وأيمن أشرف ومحمد أشرف ومارون يعني أدي كل اللعيبة اللي ما بزلتش مجهود كبير في الفترة الأخير ما هيش مجهدة في حاجة أن أنا أحط رجلهم في الملعب في حاجة أن أنا أجهزهم لأن أنا هحتاجهم كمان في اللي جاي فأنا أنا شخصياً أفضل ده وطلع حزبة النقاط من الحسابات يعني التلاتة بنت والحمد لله إحنا داخلين يعني رجعين للدوري بأريحية فرق النقاط إلى حد كبير وخصوصاً بعد تعادل الزمال كوبرامدز الأخير مدينا إلى حد ما أريحية لكن تراهم بقى بالفريق ككل أدي برونو سافيو أدي شريح سين أدي كل العناصر الغيبة يعني ما بتشاركش بشكل أساسي أريح بقى هاني أريح حمد أريح ديانج أريح شريف أريح أفشة أريح عبد المنعم أريح شناوي كل العناصر دي أنا محتاجها جداً 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 في مطشين فيهم رحلتين صفر فأقل من أربع تيام أنت هتسافر جنوب أفريقيا تلعب مع سانداونز وبعدها على طول تطلع الكاميرون تلعب مع القطن الكاميرون فبالتالي لعبة مستنزفة لعبة لعبة لسه مبارح مطش مهم جداً في دوري الأبطال مع القطن الكاميروني وهتلعب مطش مع فرقة محترمة جداً ما قولين مع كابتن شاوي عامل شغل محترم جداً السيزن ده وفريق عنده دوافعة كبيرة جداً للمنافسة يعني بيحلم لأن المطش ده خدوا بالكم المباراة دي معجلة دي من الجولة السبعتاشر آخر جولة في مطشط الدور الأول في الدوري ودي اللي على أساسها دي اللي على أساسها دي من هنا بتيجي أهمية مباراة الأهل المباراة دي اللي على أساسها هيتحدد مين هي الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا السنة الجاية لو لم ينتهي الدوري المصري في معادل محدد ليه 30 ست المعادل المفترض أنه الاتحاد المصري يبعت بناء على النتائج الدوري يبعت للاتحاد الأفريقي يقول له مين الفرق حسب ترتيب البطولة مين الفرق اللي هتلعب في دوري أبطال مين الفرق اللي هتلعب في كونفيدرالي فلو الدوري المصري مخلص قبل توقيت رسال الأندية دي هيكون الاعتماد على النتائج الدور الأول مطش المقاولين يحدد بشكل كبير جداً فرصه في المشاركة من عدمه في بطولة كونفيدرالي بيلعب على مركز فبالتالي مباراة صعبة جداً جداً تراهم فيها على إيه انت كجمهور شايف إيه شايف أنه تحط السكوادر الرئيسي بتاعك اللي هيلعب بعدها بثلاثة أيام في جنوب أفريقيا مع ساندونز وبعدها بأربعة أيام مع القطن الكاميروني في الكاميرون ولا تريح العناصر الأساسية وده يمكن هيكون واحد من الأسئلة المهمة اللي بنوجيها النهاردة لكابتن خالد جدر على كل الأحوال الحمد لله مباراة وعرضه طيب قندوسي الحقيقة مبارح كان واحد من نجوم المباراة من وجهة نظري وشايف أنه لعب يملك القدرة أنه يصنع الفارق ولعب مع شوية وقت يعني ياخد وقت وياخد فرصة أكبر وينسجم أكتر وياخد ثقة جمهور أكتر أعتقد أن قندوسي ممكن يبقى إضافة مهمة جدا جدا إن لم تكن الأهم على مركاته الأهلي السيزن ده بالتالي الحقيقة يستحق الإشادة أمبارح عمل مباراة جيدة جدا علي معلول إحنا الظلمينه بصراحة علوله يعني بصراحة أمبارح عد المباراة عظيمة برضه كان فايق ورايق ومتوهج كده والحقيقة يعني يوم بعد يوم الحقيقة معلول مكانته بتزيد بشكل كبير جدا لكن إحنا ظلمينه أكتر بفكرة الباك الشمال يعني أنا بشوف الحقيقة معلول من أهم صنع اللعبة في مصر آه هو وظيفته ترتيبة يعني مكانه في الملعب مدافع أو مطلوب منه أنه يقادي بالتأكيد مهام دفعية كبيرة جدا لكن لو تخلص منها معلول أنا شايف أنه تأثيره وإضافته في الحتة دي هتكون عظيمة جدا وبشوف أنه ممكن جدا 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 تراهن على معلول في بعض المباراة كجناح يعني تبعت خالص عنه النواحي الدفعية دي أو في بعض مطشط الدول يتجرب مثلا أو يجرب مستر كولر أنا عرف أنه فكرة تغيير الطريقة بتبقى أمور صعبة جدا لكن وليه لا؟ مع التدوير ده أنا شايف أنه معلول الجناح عظيم جدا على فكرة ترجمة نانية اشتركوا في القناة